تان شهير وهذا على رأيي الشخصي فقط ما رأيي الشخصي وأنا غير ملزم به الجهاز وصل في مرحلة من المراحل أنه المهمة تاعه هي تشويه صورة من يريد هنا نعرف بأنه عنده تأثير كبير في الوسط الشعبي وعنده طرق حنا ما نعرفه هاش كيف يخدمه الطرق تحهم يعني لما يحب ينوض لك الناس ينوضهم لك لما يحب يدخلهم لبيوت وما يدخلهم لك لما يحب يصور لك إنسان هذا إنسان سيء يصور لك سيء لما يحب يشور لك سورة رئيس يصور هك يعني عندهم لابوراتوار يخدموا فيه نعطيك مثال وقلت هذا على مسؤوليتي أنه تم محاولة تشويه صورة أنيصر رحماني مثلا هذا مثال أنا أقول لك على مسؤوليتي عن طريق الأبتعو لماذا؟ يعني تخيل مثلا لو كما كانش أنيصر رحماني موجود هل سيتم تشويه صورة الأبتعو؟ يعني لو كنجا هذا أنيصر رحماني إنسان عادي وبسيط وما عندوش علاقة بالإعلامة كانت في طريقة حملة حملة تحس بلي هذه حملة؟ خلينا نقول لك لا موقنا بعض الشيء نعطيك مثال فقط يعني هذا مثال جاني الآن وأنا نتكلم لو كن مجاش معروف إعلاميا الأبتعو في باكتاحي راح يديروا عليه حملة ويقولوا هذا حركي وقومي وهذه التسمية ليبدأت الدور في كل مكان باش تعرف حجم التأثير ليقوموا بيها المخابرات الرجل أنا شفت شهادة صادرة عن وزارة الدفاع في الجزائر بأنه موجهت في سنة 1963 سلمت له الشهادة ثم عنده الأوسمة وعنده الشهادات سنة 1960 ثم بعد ذلك كل الشهادات يعني هل أنت لما جهاز المخابرات قرر يشوف صورة إنسان عن طريق الوالد انتعو بمعنى أنه يطعن في كل الشهادات اللي عنده من طرف وزارة الدفاع ووزارة المجاهدين كل وزارة يا سيدي مدام تم تقولوا بهذا الإنسان أنا لا أدافعه عن أنيسر أحماني ولا أدافع عن وليده ولكن ودافعه عن كلمة الحق هل معنى هذا كل هذه الشهادات مزورة؟ أم أن الجهات التي أصدرت هذه الشهادات جاملة الرجل يعني من 63 هي الجاملة فيه وهو رجل بسيط وعادي لو لو لا ظهور ابنه في إعلامية لك رجل الجهاز هو الذي قام بجهاز المخابرات يا سيدي من أثار هذه القضية بعد سنوات وقف قالكم يا ناس أنا اندمت لأني أناستو عملت من طرف فلان وفلان ولكن باش نقول لك باش تعرف هذا الانتشار تعالشي هذا باش تعرف تأثير المخابرات في الأوساط الشعبية نحن ولا نتحدث عن أنا أعرف شخصيا الكثير من الكفاءات التي لا يمكن أن توجد في إبلل أي في أمريكا يحيرون فيهم كفاءات جزائرية في هذا الجهاز تكوين وإتقال اللغات وتيكنولوجيا وكثير من الأمور ناس يعني شورفاء وناس كفاء ولكن استعمال هذا الجهاز في شكل غير شكل الذي وجد لأجله يخلي منه محل استهجام من طرف الكثير من الناس أنا حكيتك فقط مش تعرف حجم التأثير صحيح ما عندهم ولا هم ولا هم عندهم هم واحد فقط هو إنسان واحد يتهجم عليه كيف بل كنت هذا لو كان واحد يسألوا واحد دراهم يتهجمش عليه طين السنة كون يسألوا دراهم ملايير يتهجمش عليه ولكن أنا أحكي لك هذه مخابر مخابرة هذا الجهاز اللي كانوا يشرفوا لي هؤلاء الأشخاص يعني باش تعرف حجم التهجم على الأشخاص اللي يوصلنا له